ده هو في كاركوك الكل يعلم انه قانون انتخاب مجالس المحافظات اولا كاركوك لم تنتخب فيها مجلس من 2005 الى ان تم حل لم تحدث فيها في الفين وتسعة وثلاث عشر يعني حال حال المحافظات المجلس القانون قانون مجالس المحافظات الان اعطى كاركوك مادة ثلاث عشر اللي هي يجب ان يعاد النظر في سجل الناخلي وتشكل لجنة من ممثلين المكونات في مجلس النواب ومن الوزراء ذات العلاقة الداخلية التقطير للتجارة والمفوضية العلية المستقلة للانتخابات للجنة لعادة الانتخاب احنا تحدينا في انتخابات كاركوك هو التزوير اللي يحصل في سجل الناخلي والجميع يعلم بانه انا كنت متابع لي مثل تزوير السابق نعم التزوير السابق سابقا كان يحصل لا موانا اشكالية سابقة فيه اكو تزويرين اكو تزويرين كان قبل يتلعب بالاجهزة مثل ما حصل بالثمنطعش الاجهزة تعطي نتائج مخالفة لما هو موجود في الورق الاخرى اللي خلانا من من نقوم بانتخابات مجالة محافظات لكل هذه الفترة انه سجل الناخبين يحمل مواطنين ليسوا من اهل كاركوك ويحملون بطاقة وينتخبون في كاركوك وهذا طبعا اكدوا كتاب وزارة التجارة اللي انا ارسلت وطلبت منه يحمل بطاقة ثمينية كاركوك ولا يحمل جنسية كاركوك سجل احواله ليست كاركوك فاجابوني بكتاب وطلعت الاحصائية عدنا مثين وستين الف مواطن ليس من اهل كاركوك ويحمل بطاقة ثمينية كاركوك وبطاقة ناقب كاركوك وبذلك يؤثر على الان منين هذو اللي جايين؟ اكثرهم من السليمانية اربيل ودهوك تم اسكانهم بعد 2003 ايه تم نقلهم بعض اشياء من السليمانية ايه تم نقلهم بعض اشياء من السليمانية